ما زال سباق اللقاحات بين الدول مستمراً بعد أن أضحى العالم يسابق الزمن لإيجاد حل ينهي تفشي فيروس كورونا المستجد ويوقف إزهاق الأرواح فبعد أمريكا وبريطانيا أعلنت السلطات الصحية الفيدرالية في ألمانيا أن شركة بيونتيك التي مقرها ماينز والمرتبطة بمختبر بفايزر الأمريكي ستباشر تجارب سريرية أولى على لقاح ضد الوباء ومن خلال الاختبار السريري الذي سيجرى على مرحلتين يهدف المطورون إلى تقييم فعالية سلامة المادة التي تستخدم تكنولوجيا جينات مطابقة للفيروس وتحفز الجسم على انتاج البروتينات التي تبني دفاع الجسم ضده من جهة أخرى يترقب العالم أولى تجربة للقاح ضد فيروس كورونا على البشر بعد أن طورته جامعة أكسفورد في بريطانيا وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أنه سيسخر كل شيء لصالح محاولة بريطانيا تطوير أول لقاح في العالم ضد كوفيد ناينتين كما أوضح هانكوك أن حكومته ستمنح العلماء 20 مليون جنيه استرليني إضافية للمساعدة في تجاربهم و22.5 مليون جنيه استرليني إضافية لمشروع آخر في إمبريال كوليج لندن وسيتم اختبار لقاح أكسفورد على حوالي 510 أشخاص من أصل متبرعين تطرع عمارهم بين الثامنة عشر والخمسة والخمسين عاما وبالرغم أن اللقاحات في بدايتها غير مؤكدة النتائج وسوف تستغرق عدة سنوات لكن اللقاح أكسفورد إن ثبت نجاحه فسترفع القدرة على تصنيعه وبالتالي تقديمه للمرضى كما سستغرق التجربة 6 أشهر وستكون مقتصرة على عدد قليل من الأشخاص حتى يتمكن العلماء من تقييمه إذا ما كانت نتائجها آمنة وفعالة اشتركوا في القناة